بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله وأهلا وسهلا وحديثنا مستمر عن الشموع التي أودعها الله تعالى فينا اليوم شمعة خاصة بالإنسانية هذه شمعة مش موجودة بقية المخلوقات ولكنها ربما تكون موجودة فيهم إلهاما وليس يعني افتعالا نحن نفتعل هذه ونحس بها ولكن بقية المخلوقات مفطورة عليها لربما شمعتنا اليوم شمعة الغيرة من أجمل ما يمكن أنك تحس بالغيرة على من تحب من أجمل ما يمكن أنك تشعر على الغيرة ليس فقط على من هو حولك ولكن على الغيرة على ذاتك حديثنا اليوم بيكون عن هذا المفهوم مفهوم الغيرة غيرة على نفسي وغيرة على الآخرين من أجمل ما يمكن أن يكون الإنسان في حالة غيرة مستمرة يخطئ الكثير عندما يظن أن الخيرة مفهوم سلبي ومفهوم إيجابي ولكن هناك مفهوم آخر بعد آخر وسلبي الغيرة من نحن نتكلم عن الغيرة على ولا نتكلم عن الغيرة من إذا كان الإنسان يشعر بالغيرة تجاء أحد في حياته أليس هو إنسان سوي؟ إذا كان الإنسان يشعر بالغيرة على نفسه أليس هذا إنسان سوي؟ ولكن انظر اليوم في المجتمعات تنظر إلى كلمة الغيرة على أنها مفهوم سلبي دائما يقول لك والله هذا عنده غيرة عنده غيرة عنده غيرة وغيرة تتحول أحيانا إلى يعني إلى حياة شقية في البيت نعم الغيرة ما فيها مشكلة المشكلة ليست في الغيرة ولكن في كيفية توظيف مفهوم الغيرة كيف نحن نشعر بالغيرة لربما يعني إذا فقد الإنسان الغيرة ماذا بقي بينه وبين أي مخلوق آخر لا يغار إحنا الأصل فينا كبشر أننا مفتورين على الغيرة الغيرة ما تتعلم في المدارس يعني من غير ما سيحدث علي الغيرة أنا مؤلم أغار وبالتالي هي ليست يعني مهارة نكتسب الغيرة هذه فطرة مفتور الإنسان عليها وبالتالي إذا مارس الغيرة هذا يمارس العادي من حياته هو يمارس الطبيعي من حياته وبالتالي لا بد يكون عندنا قناعة أن الإنسان الذي يغار على عرضه على شرفه على زوجته على بناته على أولاده على أهله على وطنه على أرضه هذا الإنسان سوي يعني أنا ما أقدر أتحمل أي إنسان يأتي ويتحدث عن دولته وعن أمجال دولته ثم أسكت بد أن يتأخذني الغير على بدلي على بلدي وعلى وطني وعلى أرضي هذه الأرض التي نناقل منها وهذه المياه التي نشرب منها وهذه السماء التي تضلنا وهذا الوطن الذي يحتوينا ما يستهل مننا إحنا نغار عليه ولذلك إذا لقيت أي أحد يتكلم عن الوطن والله وسابقه وأتكلم عن هذا الوطن بحديث يعني له بدالة ليس له نهاية تأخذني الغير على وطني إذا لقيت أحد يتكلم عن أي أحد ويعظم فيه أنا أخذ أخذني الغير على أيضا أقول أن أتحدث عن ناس مهمين في حياتي أنا أغار على زوجتي وبالتالي أنا أحاول من خلال هذه الغير أنا أحميها لا أن أدمر حياتها ولذلك نقول في غيرة نوعين غيرة إيجابية وغيرة سلبية لكن غيرة في ذاتها كونها إيجابية وسلبية ليس لها علاقة بذات المفهوم ولكن كيف تنظر أنت إلى مفهوم الغيرة كيف تنظرين أنت إلى مفهوم الغيرة لربما بسبب الغيرة تنبني بيوت ولربما بسبب الغيرة تنهدم بيوت أنا عارف كثير من الناس يرسلوا الرسائل رجال ونساء يقول زوجي ما يغر علي أنا أتمنى يوم الأيام أن زوجي هذا يأمرني أمر يقولي تحجبي أو لا تحطي عطر أو لا تمشي كذا زوجتي ما يأمرني أحس أنه ما يغر علي أنه ما يحميني طبعا هذا عكس بعض النساء يقول لي والله زوجي منفتح وزوجي يعني لارج وزوجي يعني عادي وكل شيء ما فيها مشكلة وأنه كذا وما يقول لي وما يضيق علي هو لا يضيق عليك لأنه لا يغر عليك أصلا لكن الإنسان السوي إنسان المسلم إنسان الغيور هذا يغر على أهله ويقول سووا كذا لسووا كذا من باب أنه يغار عليهم لا من باب أنه يريد أن يكمكم عليهم أو يضغط عليهم فهذه غيرة إيجابية لأنها غيرة حامية وهناك غيرة سلبية إن زوجته إذا خرجت إلى العمل يقعد يتبعها وإذا رجعت من العمل يشوف كم اتصال اتصلت وإذا تكلمت مع أحد الزميلات يقول لي أنت تكذبين أنت تتكلمي ليس مع أمرأة بل مع رجل ويتتبع أرقامها ويسأل عنها ويسأل زميلاتها ويسأل زملائها ويروح يتلصص على وين تروح وين ما تروح طب هذه حياة هذه شقاء أنت لست في حالة غيرة أنت في حالة مرض أرجوك انتبه أنت لست في حالة مياه لا حد يوهمك أنك في حالة غيرة لأن الغيرة ما هي هكذا هذه الغيرة التي تفعلها هذا مرض مميت سوف يدمر حياتك كيف ترضى أن تعيش مع إنسانة أنت تشك فيها إذا كنت تشك فيها خلاص تخلص من هذا الشك أو تخلص ممن تشك أما تعيش مع إنسانة طول هذه الحياة وأنت تشك فيها أي قلب هذا وأي دماغ هذا تحمله وأي حياة تعيشها نقول ثقوا تماما أن زوجاتكم محل ثقة وأنهن يفعلن كذا وكذا وكذا من باب يعني لا تغاروا يعني وحدة راحة العمل غار عليه وحدة راحة طلعت مع زميل غار عليه وحدة طلعت السوق غار عليه ما صارت للحياة كذا يعني الحياة أسهل من كذا وفي العكس أيضا هناك من النساء من يعني هذه تقول أن زوجي لا يغار عليه فيه نساء أخرى يقول والله زوجي من الغيرة إلى درجة أنه دمر حياتي من الغيرة ومعظم يعني نسب كبيرة من الطلاق بسبب الغيرة هناك غيرة أخرى الحقيقة وهي ليس الغيرة على الآخرين وإنما الغيرة على الذات أنا كيف أغار على نفسي أنا لا أستطيع أن أتحمل إنسان يتكلم في أي قضية أحسن مني لا أتحمل أي إنسان يحل المسألة إنسانية أو مسألة اجتماعية أو مسألة رياضية أحسن مني لابد أن أغار منه ما أقدر تحمل إنسان يحقق إنجازات أكثر مني ما أستطيع أن أتحمل إنسان يكون متفوق أكثر مني طبعا ليس حقدا الحقد أنك أنت تتمنى أن يزول هذا عنه ويأتي إليك الغبطة أنك تتمنى أن تكون مثله وهو أيضا يحافظ على الذي فيه الغيرة أنك أنت تقول يعني إذا كان هذا الإنسان وصل إلى هذا المستوى وفعل كذا ونجح كذا وحقق أحلاما كذا لماذا لا أكون أنا مثله فتعقذك الغيرة على ذاتك هذه الغيرة هي الغيرة الإيجابية التي تصنع في داخلك عظمة تصنع في داخلك يعني القدرة على أنك تخترق العوالم التي من حولك أنك تتجاوز يعني كل حدود المحقول لأنك تغار على نفسك ترى من زملائك من تخرج اليوم من هو منصب إداري كبير في الدولة ما تغار؟ تقول لي أخي ما شاء الله هذا تشوفك كن مثله اكتهد شد حيلك اقرأ تابع ناقش تعلم كل يوم شي جديد غار على نفسك هذه غيرة إيجابية لكن معظم الناس يجعلون الغيرة فقط غيرة على الآخرين لا هي غيرة على الآخرين وغيرة على الذات أيضا فهذا مفهوم آخر لربما تكون هذه الغيرة مؤشر إلك إلى أنك أنت بدأت يعني تشعر بشيء من الحب أو بشيء من الانجذاب إلى الطرف الآخر يعني بعض الناس في العمل مثلا له زميلة فهو سبحان الله يعني يريد أن يتزوجها وتكون له زوجة على كتاب الله المنزل وعلى سنة نبيه المرسل فينشغل بها كثيرا ويسأل عن أحوالها وين رايحة وين جاية وما يتمنى حد يكلمها وما يتمنى حد يشاغلها وما يتمنى أن تروح مكتب فلان ومكتب فلان لأنه يغار عليها إذا أنه يحبها فالغيرة هذه قد تكون مؤشر إلى أنك تحب فمن غار على أهله سواء كان خطيبة سواء كان إنسان يريد يعني يتزوجها سواء كان بنته زوجته والدته أي إنسان إذا غار عليها فهذا دليل الحب لأن الحب لا يعيش بدون غيرة حب لا يعيش بدون غيرة كما يقول الناس لا الحب تقتله الغيرة أنا أقول العكس الحب هذا ينمو بالغيرة أجمل شيء أنك تغار على زوجتك أجمل شيء أنك تشعر أن زوجتك هذه يعني مفروض أنك تحتويها ومفروض أنك أنت تضمها عن العالم لما تخرج زوجتك وتتحدث تقول زوجي يغار علي يعني يحبني لأن مفهوم الغيرة من الرجل لما يأتي على زوجتي مفهوم يعني في قمة العظمة وفي قمة القوة تشعر المرأة بضعفها أمامك وتشعر المرأة أنك تغار عليها لأنك إذا شعرت أنك ما تغار عليها وتثق فيها وتخليها تروح وتجيو وكذا لربما هي نوع من الثقة من قبلك هي نوع من الثقة في زوجتك وهي تستحق ذلك ولكن لربما تفسر هذا الذي أنت فيه من الثقة الزائلة في زوجتك يفسر عندها هي أنك أنت لا تغار عليها أنك أنت ما تحبها أنك أنت خلاص فقط جاذبين تكتقاها راحت قاد ما مهم لا دائما اسأل زوجتك إيش سويته إيش ما سويته هين رحتي هين رحتي لكن دون الدخول في تفاصيل تقتل الحياة الزوجية سبحان الله يقول أيضا هناك يعني فرق آخر أن هناك نوعين من الغيرة في الغيرة من وهو في غيرة أخرى وهي الغيرة على في غيرة من وغيرة على حكمة جميلة مرة كنت أتصفح بعض الكتب ومجلات فلقيت حكمة تقول إذا كنت في حالة غيرة من أحد ففتش في داخلك جيدا فلعلك تكون في حالة كره وأنت تعلم وإذا كنت في حالة غيرة على أحد ففتش في داخلك أيضا جيدا فلعلك تكون في حالة حب وأنت لا تعلم فالغيرة من غيرة شريرة تغار منه لماذا لأنك تكرهه والغيرة على غيرة جميلة رائعة لماذا تغار على فلان أو لماذا تغار عليها لأنك تحبها غيرة من وغيرة على الله تعالى يغار على محاربه والرسول صلى الله عليه وسلم يغار كيف لا نغار نحن نحن نتأسى بهذا النبي الكريم ولله تعالى الأسماء الحسنى وصفات العلاء والله تعالى له صفات عظيمة والله تعالى يغار على إذا انتهكت حدوده ونحن لما نتأسى بهذا المعنى ونحن نقترب بأنفسنا إلى بعض هذه الصفات فسبحان الله إذا الإنسان يغار هذا يعني هو إنسان متسامي إنسان راقي إنسان يستطيع أن نقول عنه إنه يفهم الحياة على حقيقتها فالغيرة من أجمل ما يمكن والغيرة من ألطف ما يمكن بس نفهم كيف نغار على أهلنا كيف نغار على الآخرين كيف نغار على حدود الله تعالى واحد ينتهك حدود الله وما حد يتكلم ولا حد يقول لشيء يسب الله تعالى ويسب الدين ويسب الصحابة ويسب كذا ويسب كذا ولا نغار تجد آخر يتكلم على الوطن كذا وأن الوطن كذا ولا نغار لا بد أن نرد عليه ولا ربما أن نفهمه إننا إحنا عندنا أحسن دين وعندنا أحسن وطن وحالنا من أحسن الأحوال فلا بد أن نغار على هذه المكتسبات التي الله تعالى وهبنا إياها الإنسان هذا سبحان الله الله تعالى نعمه كثيرة فلا بد أن نغار على هذه النعمة الزوج الصالحة نغار عليها الولد نغار على مستقبله الأخت نغار على حياتها وأنا أغار على نفسي الآخرون يغارون علي فالغيرة مفهوم جميل ومفهوم رائع ومن أجمل ما يمكن بس لا بد أن نمارس هذه الغيرة بشكل يحقق لنا السعادة ولا يحقق لنا التعاسى من الأشياء الطريفة في غيرتنا على أهلنا إن لو واحد قيه سألني قال لي والله مع من ذهبت في الرحلة كذا أو مع من بتسافر أو مع من كذا يقول لك والله أنا والأهل أو يقول لك والله بكرة بنسافر أنا والأهل يعني زوجته لكن لا يأتي باسمها لا ينادي يقول مثلا فلانا أو فلانا يقول الأهل صح زوجتك هي وربما يكون عنده أولاد لكن يقول الأهل لأن موسى عليه السلام لما رجع وتزوج بنت شعيب لم يكن لهم أولاد بعد ولكن كان يقول وسار بأهله وقال لأهلهم كثوا أي زوجته فهي صح أهلك فهذه الحقيقة أيضا لو نلاحظ نطبقها فعلا نغار على أهلنا دون أن ندرك ولذلك حتى من نادي أسمائهم إذا كنا نغار على أسماء زوجاتنا فكيف لا نغار عليهم فسبحان الله الغيرة من المفاهيم الجميلة والمفاهيم الرائعة أتمنى لكم حياة مليئة بالغيرة الإيجابية وتبتعدون إن شاء الله عن الغيرة السلبية التي تدمر حياتكم أتمنى لكم التوفيق أتمنى لكم السعادة الآن جاء الوقت لكي أقول لكم ودعكم بحب فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة